أهلا بكم معكم محمد أبو الليل في السلسلة دي هتكلم عن بعض خبراتي وتجاربي في العامل الحر في الحلقة دي هتكلم عن واحد من التصرفات المريبة اللي بيقوم بها بعض الناس لما يطلبوا منك شغل بيبدأ الموضوع بأنك تلاقي واحد داخل يطلب منك شغل بتقوله على السعر بيوافق مباشرة بدون أي تفاوض هتعرف ليه بعدين ولما بتقوله على وقت التسليم هنا بيقولك أنه مستعجل جدا على الشغل ولازم يستلم الشغل خلال ثاعات أو خلال اليوم على أقصى تقدير لو طلبت منه تكلفة إضافية هيوافق بدون تردد برضو هتعرف ليه بعدين هتقوله أوكي حضرتك تفضل حول المبلغ هيقولك أوكي أحوله إزاي هتقوله بيبال هيقولك ما عندهوش بيبال للأسف هتقوله تحويل بنكي هيقولك البنك أفل للأسف وممكن يحولك بكرة الصبح هتقوله ويسترني يونيون هيقولك ما فيه صرافة قريبة وأفضل حل لإنه يحولك بكرة الصبح برضو طبعا كده الصورة بدأت تتضح الأخ مستعجل جدا على الشغل ولازم يستلمه النهاردة لكن التحويل مش هينفع النهاردة بأي حال بعض الناس الجداد في المجال ممكن يقعوا في الخطأ ده لأنهم بيبقوا متخوفين الشغلانة تروح خصوصا إنه بيبقى اتفاق كويس هياخد كل المبلغ اللي اتفق عليه وكمان مبلغ إضافي للتسليم السريع وحطيلي خط تحتها ياخد دي فالأخ بيطمع وممكن يسيب اللي في إيده ويصدق الكلام ده ويقولك شغلانة سريعة ومكسب سريع وفيه مثل بيقولك طول ما الطمع موجود فالنصب بخير بيعمل الشغل ويسلمه وينتظر لليوم التالي علشان الأخ يحوله المبلغ المتفق عليه الأخ محولش يبدأ يرسله ما يردش عليه والحد دلوقتي هو مش مستوعب إنه واقع ضحية لعملية نصب عملية نصب معروفة ومفهومة ومشهورة بيبدأ يفهم الموقف كويس بعد ما ياخد البلوك المتين ويرجع يكتب على فيسبوك وعلى جروبات التصميم إنه تعرض للنصب وإن الفريلانسينج ده كله نصب وضحك على الدقون وإن الدنيا تقل خيرها والناس بهو أشرار وما يخافوش ربنا الحقيقة يا عزيزي إنه أنت اللي سازج يوم ما توافق إنك تشتغل بدون مقدم تبقى سازج وكان لازم تاخد الدرس ده علشان تتعلم وتفوق وزي ما بيقولوا في المسأل برضو محدش بيتعلم ببلاش أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم واشوفكم على خير الحلقة الجاية شاركونا تجاربكم في العمل الحر في التعليقات وكمان اقترحتكم للي ممكن نتكلم عنه الحلقة الجاية ما تنسوش تشيروا الحلقة علشان توصل للناس وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل جديد تحياتي لكم جميعا كان معكم محمد أبو الليل مع السلامة